أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية حيث جاء في المقابلة التي ألقاها قداسته من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأكدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع حبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا والمرضى المتعلمين وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالطقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تكلم قداست البابا على أننا أبناء الله في إطار تعليمه في الرسالة لأهل غلاطية قال أشار بولوس إلى أن الإيمان بيسوع المسيح أتاح لنا بأن نصبح أبناء الله وورثته وأشار أيضا عدة مرات في رسائله إلى المعمودية وبين أننا بالمعمودية نشارك بطريقة فعالة وحقيقية في سر يسوع ومن يقبل سر المعمودية يتغير في أعماقه وتصبح فيه حياة جديدة تطيح له بأن ينادي الله باسم أبا يا أبتي وأكد الرسول أننا قبلنا بالمعمودية هوية جديدة تتغلب على الاختلافات الموجودة على المستوى العرقي والديني فليس هناك يهدي ولا يوناني وكذلك على المستوى الاجتماعي وليس هناك عبد أو حر وليس هناك ذكر وأنثى وبهذا أكد بولوس على أهمية المساواة والوحدة العميقة الموجودة بين جميع المعمدين مهما كانت ظروفهم لأن كل واحد منهم هو في المسيح خلقة جديدة كما أكد على المساواة بين العبيد والأحرار وكان ذلك ثورة في المجتمع في زمنه وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابا أن نكتشف من جديد جمال أن نكون أبناء الله وإخوة وأخوات فيما بيننا لأننا منغرسون في المسيح وأن نسعى من أجل وحدة البشرية فكل ما يؤدي إلى تفاقم الإختلافات بين الناس وغالبا ما يتسبب في التمييز كل هذا أمام الله لم يعد له أهمية وطريقنا هي السير نحو الوحدة ترجمة نانسي قنقر شكرا